متسبعي ومتسبعات قناة الجيل المستقبل التعليمية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم ان شاء الله سوف نقدم لكم في هذا الفيديو نموذج الفرض الاول في مادة الفيزياء والكيمياء موجه لتلاميذ السنة الاولى اعدادي خيار فرنسي نبدأ بقراءة التمارين يعني نبدأ بالتمرين الاول السؤال الاول يجب بصحيح او خطأ الجنراتور يتنه المون الكتريك يعني الجواب خاطئ الجنراتور ياخدش الطاقة ولكن هو اللي يوزعنا الطاقة اللي هو الموليد اللي هو المون الكتريك اللي هو المون الكتريك يعني لان اللي هو المون الكتريك كهربائية كل المون الكتريك يوزعنا الطاقة يعني لا يوجد المواد موصلة لطاقة الكهربائي منك مواد موصلة و أخرى عازلة اللي قران يجب بماء الكم ليه الآن وخطأ المون الكتريك عندكم قراءات الدرازة يعني الوكتريك المشاهدة فيه ليس ِ الحالي علی لفلیش لبن ربن سوارد نظار دوارد دوارد لفتر نظارد Dans un circuit fermé, l'interrupteur est fermé, le courant électrique circule. سؤال رقم تالاتا Complète les phrases par les mots suivants. كيلو ديريوات بوكلي سياري ديفيران لأ Dans un circuit électrique en سياري, les dupoles sont dans une même boucle. سيلا نبغد de المغم تالت قمانت دان لو معتج ان سيريم لأغبر لعزل ديميني كيلو الديريوات باشا بشرقين على تروني والمغم تالت حكومة مترات دين放ه دić يمكن defended تروني في هذه المغم تجي décلي سيلي Is دي القول فنقشن لبورن دان جينيراتور دقورن كنتين سان دفيرن للمبو سيد دوورن يسابل دويلو 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 إذن هذا هو هذه الإجابة على التمرين على السؤال رقم ثلاثة في التمرين رقم واحد ننتقلو إلى التمرين رقم إثنان نقصدر المونتاج إلكتريك A et B سوف نرى المونتاج A مع المونتاج B لاحظوا بالنسبة للمونتاج A عندنا البطارية وعندنا جوش دي المصابح مركبين على التوازي إذن فهذا المونتاج وعندنا البطارية وعندنا جوش دي المصابح مركبين التركيب على التوازي إذن عندنا هنا المونتاج سري السؤال الأول شيماتيزي المونتاج A المونتاج A المونتاج B إذن هنا غادي ننتقلو باش نرسمو إذن لاحظوا معي المونتاج A هو هذا عندي هنا جوش دي المصابح مركبين على التوازي وعندنا هدي هو البطارية إذن هذا هو الرسم لشيماتيزيزيون دي المونتاج A وبالنسبة للشيماتيزيزيون دي المونتاج B هو هذا عندنا جوش دي المصابح مركبين على التوازي ولي وعندنا هذا هو الجنراتور إذن هدي هيا الإجابة ديال التمرين رقم واحد الآن غادي لاحظوا معي السؤال رقم إذنان كومن سنمانتی لی دو لامب دو A puis دو B لاحظوا معي دو A لی دو لامب سنمانتی ون ديریvation إذن ب لی دو لامب سنمانتی ون سره لی دو مال إجابة ديال سوال سوال سالتا كو سپاس تل سي ان دیبس این لامب دن شاك سرکوی لی دو مال يحدود إلاح يدنا واحد المصباح فکول ترکیب إذن إذن لإجابة یا سي ان دیبس این لامب دن لسرکوی ا لطر لامب غیست آلومی إذن لسرکوی ب لطر ستا یعنی إلاح يدناه ترکیب على التوازی دن مصباح الاخر كیب قمش تعل ولکن إلاح يدناه لسرکوی بلی ومرکب على التوازی لطر ستا دن هدا هو الجواب الصحیح بنیس بسیلی سوال 4 آلومی شیماتیزی لسرکوی لسرکوی دن لسرکوی ب ادن لحیدو لسرکوی رقم خمسا ادن لحیدو هنا معایه لسرکوی رقم خمسا هدا هو من حادي التیار جل نغدی نمیتلوه بواسطة اسو ها هو من اتجاه الموجاب من القطب الموجاب في اتجاه القطب السالی سؤال رقم ستا که لی لعوانتاج دو سرکوی وان دیریو دبار لحاولون جاوبو لها سو لعوانتاج دو سرکوی وان دیریو دن سو تیب دو سرکوی شاک ریسیبتر فانکشن دیو منیر اندیپندان یعنی انا هف هاد نوح من ترکیب بی انا كل قطع تیار کشتغل واحت تارق مستقل عنی الاخر دن ها دی ها دی ها الاجابة دیال ها دیال ها دیال سوال رقم سرکوی رقم ثلاثة امینا به ریالیزی امونتاج ایلکترک پور علمی ایتند 4 لام الان ال دو ال 3 ال 4 او 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 دوز انترپتر K1 et K2 یعنی جوش دیالقوات اتیار ان جنیراتور ایدیفیل دو کونیکسون یعنی و الخیط دیال الربط سوال تانی سوال اوال شیماتیزی لسرکوی ریالیزی پار امینا دن لکیل ال 1 ال 2 و سالونی یعنی غدی نحاولو نرسمو المونتاج بحیث المصباح اللول و المصباح تانی غدی کنو مجتاعلی و المصباح ال 3 مع ال 3 و سیتاندر روگاردی ایدن هنه شوفو معای هنه بالنسبال هاد السؤال ایدن هده هوا الرسم لاحظو عندي هنا هوا البطاریا های القطب الموجاب القطب السالیب عندي هنه قاطع سیار مغلاق و هنه قاطع سیار مفتوح لاحظو عند اغلاق هاد القاطع دیالسیار عندي ال واحد مع ال جوج كیش تعلو و عندي قاطع سیار مفتوح یعنی لانترپتر fermی هنه fermی و هنه او و هنه 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 ها دیون ال 3 مع ال 4 سیتاندر دنک هادا هوا لمنتاج ها دی ها دیالسیمال لگاتی نحاولو نرسمو سؤال الاخير کم بین دو فیل دو کونکسیون او سیلیزی امینا پو غیالیزی سو منتاج یعنی هنه ها دی نحاولو نشوفوش ها دیال خیوطه استعمالات امینا باش تقوم بهاد تركیب اذا نلاحظو عندنا واحد و عندنا اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة و عندنا تمانیه اذا امینا او ازیزی و فیل يعنی تمانیه دیال خیوطه اللی غادي تحتاج امینا باش تنجز هاد التركیب على التوازی اذا نتمنیه انكم تكونوا استفدتوا معا و الى فيديو اخر و غادي نحاولو نقدم لكم نموذج اخر من الامتحانات